اشتركوا في القناة سيدة النقيب فؤاد أحمد سيف الضابط في التوجيه المعنوي لو بدنا بك سيدة النقيب فؤاد إذن بالتزامن بما يجري في محافظة مأرب وهذه الانتصارات ودحر هذه الميليشيا من حريب والآن الاتجاه نحو الجوبة هناك أيضا التحركات يعني يتم منذ ثلاثة أيام في غرب تعز ما أهمية الآن ما تجري هذه الاشتباكات الآن هل هناك مناطق تم تحريرها من هذه الميليشيا الإرهابية لو تضعنا في صورة التطورات غرب تعز المعارك في تعز بدأت منذ ثلاثة أيام وكانت من الأهمية بمكان حيث أكثر القبهات اشتعالا هي قبهات غرب تعز هذه القبهات التي يفترض أن تفك الحصار عن مدينة تعز من الغرب لتتواصل مدينة تعز بأريافها الشمالية مثل شرعب ومقبنة أبطال القيش الوطني منذ ثلاثة أيام خاصة المعارك الأخيرة التي دارت صباح اليوم والأيام الماضية كانت معارك مهمة حقق فيها أبطال القيش الوطني تقدمات كبيرة ومساحات واسعة وسيطروا على مواقع وقبال استراتيجية حاكمة المعاركة سارت حسب الخطة المرسومة من قيادة المحور وضمن عملية تحرير اليمن والمعارك التي انطلقت في كل مكان كانت تعز جزء من هذه المعاركة التي انطلقت في كثير من القبهات معركة تعز تأتي أهميتها كونها تعاني من حصار الظالم غاشم منذ سنوات على هذه المدينة بحيث أي تحرك للجيش الوطني في تعز يكمن أهميته أولا برفع هذا الظلم القاثم على هذه المدينة وها هم اليوم أبطال الجيش الوطني يخوضون هذه المهمة بكل ثبات واقتدار وشقاعة لا يبالون بكثرة الألغام والسياق التي فرضت على هذه المدينة من العبوات الناسفة وانتشار القناصة على مدار هذا السياق الذي فرض على هذه المدينة وعلى أريافها وقطعت أوصالها ما بين الأرياف وما بين المدينة وهذا الكم الهائل من العناء والإذلال الذي يعاني منه أبنى مدينة تعز صحيح طيب سيدة النقيب كما تحدثت يعني هي جزء من المعركة الآن التي انطلقت في أكثر من جبهة شبوة مأرب والآن تعز يعني ربما أولى أولويات الآن هذه المعارك الآن فك الحصار عن هذه المدينة كما تحدث هناك تقدمات في جبهة جبل حبشي وجبهة أيضا مقبنة غرب تعز وأيضا هناك سيطرة كما تحدثت على مناطق وجبال حاكمة مطلة على خطة دولية الرابط بين مدينة تعز والبرح والحديدة ما أهمية الآن يعني السيطرة على هذه الجبال أين اندحلت هذه الميليشية هل أيضا يتم تأمين هذه المناطق التي تم السيطرة عليها بالضبط بطالة الجيش الوطني تقدموا شمالا بالسيطرة على جبال الأحطوب هذه الجبال هي جبال مهمة تطيل على الخط الدولي على خط تعز الحديدة وهو المنفذ الأهم لمدينة تعز كذلك السيطرة على قبل العنين سلسلة قبل العنين وهذه كذلك تأتي من الأهمية بمكان غرب مدينة تعز وبالسيطرة على مثل هذه القبال وتأمينها يكون الحصار المطبق على المدينة من الجهة الشمالية والغربية قابق أو سين أو أدنى وصول الجيش الوطني إلى هذه الجبال وتأمينها وهم الآن في طور تأمين هذه الجبال المهمة والانتقال إلى مهام وواقبات أخرى حسب الخطة العسكرية كما قلت سابقا أن أي تحرير لأي جزء من مدينة تعز شمالا أو شرقا أو كذلك المناطق المتبقية جنوبا تأتي أهميتها لرفع هذا الظلم القاثم على هذه المدينة لكن من الجهة الغربية تكون الأهمية كبرى حيث أنها تتواصل المدينة بأريافها الشمالية تلتقي مديرية شرعب الرونة والسلام وما بقي من مديرية مقبنة تلتقي بالمدينة يعاني أبنى هذه المديريات من الظلم الكبير والسفر والعنى والمشقة وهم يحاولون إما الدخول إلى المدينة أو الخروج من المدينة إلى تلك الأرياف جميل ابقى معي سيدة النقيب تحاول سيدة العميد الركن محمد عبدالله الكومي إذن سيدة العميد أيضا هناك كما تحدث سيدة النقيب منذ ثلاثة أيام أيضا الجيش الوطني يخوض هناك معارك سيطرة على جبال حاكم الآن وهي جزء الآن من المعركة التي انطلقت في أكثر من جبهة كيف تقيب الآن أيضا الوضع العسكري غرب تعز وما أهمية أيضا يعني انطلاق هذه المعارك في هذه الجبهة تحديدا في هذا التوقيت نعم تلك المعاركة هذا ما كنا نتمنى ونطالب به أن تحريك كافة الجبهات نعلم أن معركة الجبهة تعز هي من الجبهات الرئيسية والاستراتيجية وذات أهمية وقصوة بالنسبة في مجمل الجبهات في مصرح العملية في الجمهورية اليمنية عندما نتخلم عن جبهات تعز فأنا نتخلم عن قوة ضاربة ورجال أبطال وتحرك تلك الجبهات معناها تحرك جبهات مرافقة لها مثل جبهات الضالع مثل جبهات الساحل الغربي تلك الجبهات إنها تحمت وقامت دورها فأنا نتكلم عن تحرير تعز وما أدراك ما تعز وتحرير محافظة إب وبالتالي سوف نتكلم عن فك الحصار عن تلك المحافظة العظيمة ونتكلم أيضا عن تخفيف كثير من الدفع في الجيل لأنه طبعا في الفترة رأينا كثير من أبناء تعز ومن أبناء إب يتحركون إلى جبهات مارب وبالتالي نتكلم عن سحب كثير من تلك القوات التي تذهب إلى مارب ونتكلم عن إرباك في خطط الحوثي بشكل كامل وأرباك للقيادات الحوثي لا يستطيع إدارة معارك بتلك القوة في كل الجبهات ولا يستطيع إدارة التحرك بالقوة والسائل بسهولة عندما تتحرك جبهات رئيسة من الجبهات تعز إذا ما أضفنا إليها جبهة الساحة الغربي وهو ما نتمنى رأينا جبهة مارب أصبحت الآن مع جبهة شبوة قريبة للالتحام الويتر العمال قام على الجيش الوطنين في مارب نتمنى في القريبة العاجل أن نرى جبهات تعز تلتحم مع جبهات الساحة الغربي في القريبة العاجل إذا لتحمت تلك الجبهت هذه النقطة سيدة العمال هي نقطة مهمة الآن كما تحدث بالنسبة لقوات المشتركة في الساحل هل هناك تنسيق هل سيكون هناك أيضا التحام كما تحدث وما أهمية ذلك حتى اللحظة الأحداث أو ربما الأخبار تتحدث أنه لي يكون هناك ربما التحام هل تقرأ أن هناك ربما تنسيق هل سيكون هناك اشتراك في هذه العمليات غرب تعز مستقبلا لا المعلومات الواردة إلينا أن هناك تنسيق على مستوى وتحالف العربي يجير تلك المعركة بكفاءة قتالية عالية هناك مرفة عملية مشتركة هناك بعض من النواقص الجبهة تعز هي بحاجة إلى استعادة كفاءة القتالية بحاجة إلى بعض النواقص في الدخيرة والعداء والعتاد فقط تستكمل تلك الإجراءات أنا أعتقد أن هناك تنسيق كامل بينما بين القوات المشتركة في الساحة الغربي وما بين الويتة الجيش الوطني ومحور تعز بتنسيق مع التحالف العربي رأينا اليوم التحالف العربي وشارك المعركة في جبهة تعز وأنا أتوقع في القريب العاجل التحام الجبهتين وعندما تلتحم الجبهتين سنرى معارك فاصلة وحاسمة لأننا سنتكلم عن قوة ضاربة تستطيع أن تصل إلى أبعد مدى وقد تلتحم وأنا أتوقع أنها قد تلتحم تلك القوات مجتمعة القوات المشتركة في الساحة الغربي مع جبهة تعز مع ألوية العمالكة والجيش الوطني أن تلتقي في أطراف محافظة ضمار بإذن الله تعالى إذا أسمر المعارك وتحركت وتوترة المعارك في جبهات الساحة الغربي مع جبهة تعز جميل سيدة النقيب في نفس هذه النقطة هل هناك تنسيق مع قوات المشتركة في الساحل مع هذه العملية التي انطلقت الآن غربة محافظة تعز وأيضا كان لافت أيضا تواجد التحالف العربي بهذه الغارات التي كانت ترافق الجيش والمقاومة هناك لا أشك اليوم أن المعاركة هي معاركة مصيرية كل أبناء الشعب اليمني كل المؤمنين بالجمهورية اليوم يتطلعون إلى معاركة الخلاص القوات أصبحت متقاربة يفصلها مسافات قليلة عن الالتحام نتمنى أن يكون هذا الالتحام قريبا لينال المواطن والشعب اليمني بشارة النصر التي سيسوقها اليوم كل المؤمنين بالجمهورية سواء هنا أبطال الجيش الوطني في تعز أو القوات العسكرية المتواجدة في الساحل نتمنى أن تكون المعارك تقترب اليوم من مصلحة هذا الوطن والمواطن والشعب اليمني ولا شك أن المعارك اليوم معارك مبشرة بخير ومعارك بإذن الله تعالى تكون هي المعارك الحاسمة التي يلتقي فيها كل المؤمنين بالجمهورية لمعاركة الخلاص ولا شك أن للتحالف العربي إسناد في المعارك في الأيام الماضية وكذلك في المعارك التي يقوضها أبطال الجيش الوطني اليوم بل في هذه اللحظات هناك عدد من غارات طيران التحالف على عدد من المواقع للعصابة الحوثية وآليتها المنتشرة على طول الخط خط الحديدة تعز اليوم نحن نتحدث عن قيش متمكن منذ سنوات وهو يقاتل في القبال وهو يحرر مناطق كمن ينحط في الصخر الأيام القادمة بل الساعات القادمة بإذن الله ساعات مبشرة دعا وهو يقوم الآن سيأسمع عقل 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 سؤال الأخير سيدة النقيب لك هل سوف تستمر هذه العمليات العسكرية لفك الحصار عن مدينة تعز المعارك مستمرة بإذن الله تعالى تحقق أهدافها التي رسمت عبر قيادة المحور وكذلك بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي المعارك اليوم يديرها ضباط أكفة وقادة متمكنين كذلك لا ننسى أن القوة الفاعلة في الميدان هم أبطال القيش الوطني هم أولئك المتطلعين لرفع هذا الظلم القاثم عن هذه المدينة وهم اليوم من تحملوا هذا الغرم الأكبر على رغم أن القيش الوطني في تعز منذ أكثر من ثمانية أشهر بدون رواتب بدون أي دعم لكنهم اليوم يتواقدون على تلك القبال يصعدونها ويتسلقونها ويطردون منها العصابات الحوثية ومن هنا نوقه كل التحية والتقدير والإقلال لأولئك الأبطال الذين تحملوا تبعات الواقب وتحملوا هذا الهم الكبير الهم التحرير ورفع الظلم القاثم عن هذه المدينة وفك الحصار كذلك نحيي كل المواطنين الشرافاء الذين التفوا حول الجيش الوطني واستقبلوا طلايع الجيش وهي تحرر تلك القرى من سيطرات العصابة الحوثية التي عاثت فسادا في تلك القرى والأماكن نضم صوتنا لصوتك سيدة النقيب ونوجه تحية للجيش الوطني والمقاومة في تعز وأشكر انضمامك معنا أضابط في التوجيه المعنوي سيدة النقيب فؤاد أحمد سيف شكرا جزيلا لك سيدي قبل أن نختمعك سيدة العميدة الركنة محمد أبدالك أيضا بالوجهة نظرك هل سوف تستمر هذه العمليات العسكرية لتحرير ربما وإيضا فك الحصار عن مدينة تعز وما فرص ربما يعني استمراريتها أنا أتكلم عن ما بعد تعز أتكلم أنا قلتش قبل قليل أنه أنا أتمنى وأطمح ومش أمل بس أنا أؤكد إن شاء الله أن هذا ما سيكون أن تلتقي كل القوات المسلحة اليمنية بكاملها سواء في الساحة الغربية أو في الجيش الوطني في تعز أو في الضالع مع الألوية العمال قال مع الجيش الوطني تلتقي بالكامل على حدود محافظة الصنعاء بعد تحرير محافظات مأرب وشبوة وتعز وإب ودمار بإذن الله تعالى نتكلم على معارك فاصلة أنا أتكلم على معارك حاسمة لاستعادة الجمهورية اليمنية واستعادة نظامنا الجمهوري بعد أن رأى العالم مدى إجرام تلك الموليشيات ومدى خطرها ومدى إرهابها ومدى ارتباطها بمشروع الإيراني ومعرفة حتى اليمنين أنفسهم الذين هم في مناطق سيطرة المحتل الحوثي يرأوا أن تلك الموليشيات لا مشروع لها ولا فكر لها ولا اهتمام لها باليمن ولا باليمنين ارتباطها بمشروع الإيراني وارتباطها بمشروع خرافة الولاية وبالتالي الفرصة مواتية لليمنيين والفرصة مواتية للتحالف العربي بالعمل الجاد والحاسم في أرض المعركة لحسن المعركة وأنا وأكد أنه في مجرد وصول القوات إلى مناطق أكثر قربة من صنعاء أننا نرى أن الصنعاء تتحرر من تلقاء نفسها ومن داخلها بدون العمل العسكري أنا أكد على هذه المعلومة وأكد أن اليمنيين أصبحوا جاهزين لمعركة الخلاص سواء في مناطق احتلال الحمس الإيراني أو خارجها نعم نتوقف عند هذه النقطة سيدة العميد وأشكر انضمامك معنا الخبير الاستراتيجي والعسكري سيدة العميد الركن محمد عبدالله الكوميم شكرا جزيلا لك سيدي لي انضمامك معنا ونشكر كل من ضموا معنا في حلقة الليلة سيدة المقدم نجيب المظفر الضابط في الجيش الوطني وكذلك سيدة النقيب فؤاد أحمد سيف الضابط في التوجيه المعنوي بيضا نصل لختم هذه الحلقة من حديث المساء ألقاكم على خير اشتركوا في القناة